السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي المهم فيديو سريع جدا لن يتجاوز ثلاثة دقائق أربعة ماكسيمو الخبر اليوم هو أن الدولة الهوكية هوكيستان قامت بواحد عملية نشر بطاريات S-300 على الحدود مع المملكة المغربية في تهديد للمملكة المغربية صراحة خبر وخا نقول الجداغة تموش غاب الضحك هذا ماذا يوضح؟ يوضح على أن هوكيستان عندهم الأسلحة بين يديهم عارفين لش صالحة عندهم الأسلحة بين يديهم ماكعاركوا هو إش دفاعية ولا هجومية الـ S-300 سمعوا فيها كثيرا في روسيا اليوم وفي القنوات الفضائية وأقوى سلاحة عند الروس وفخر الصناعة الروسية لا أعرف أنه يوجد كثيرا لا أعرف أنه صالح هذا هو الكاريتي هذا شيء هذا يمكن أن نضع سيناريو السيناريو الثاني وأنهم أضعنا هذه البطارية تموها لأن أبوصبع لا أعرف لماذا يصلاحوا هذه البطارية لا أعرف ما هي الخدمة لا أعرف ما هو الدور ما يفعل؟ لا أعرف أن نضع سيناريوهم لأن أبوصبع نحن نتجه إلى إشعال الحرب ضد المغريب لأن أبوصبع يكون فرحان أبوصبع يبقى لي ذلك العادو الكلاسيكي أبوصبع يبقى لي ذلك الإشكاليات التي يخلقها له المغريب لا الإشكاليات التقافية بسبب عدم الهوية لدى أبوصبع ولا الإشكاليات السياسية ولا إشكال الشرعية ومشروعية ولا إشكال الحكامة ولا غيرها من الإشكاليات لكي لا يسول على هذا الشيء كامل والتجهة دائماً على أننا نحن داخلين في حرب مع المروك سوف ننشر الـ S-300 على الحدود حتى هذا ممكن نضعه سيناريو آخر المضحك هو أنهم وضع الـ S-300 كأنهم يضعونها في أهوبة الإستعداد كأنها سلاح هجومي في واقع العمر قال أن الـ S-300 هي سلاح دفاعي والسلاح أقوى من الأسلحة أو كان يعتبر لأن دخلات الـ S-500 في الخط كان يعتبر من أقوى أسلحة الدفاع الجوي ماذا يسمى الدفاع الجوي؟ هو الدفاع عن الإقليم الجوي من خطر الطائرات التي تدخل بدون إذن خطر الصواريخ وكذلك جميع الأخطار طائرة من خطر الصواريخ يعني ليس سلاحا هجوميا رغم ما يمكنك أن تشربوا بشتاجم بي المغريب ولكن من يخرجوا واحد ضباط وغيرهم تقولك أن يضربونه بالـ S-300 فـ حقرونا حقرونا لمراركة حقرونا حقرونا لمراركة حقرونا لمراركة حقرونا حقرونا لمراركة حقرونا لا تنسوا لأنه لك سلح لك سلح سناني سنحقرك تحياتي للجميع دمتم عاشة الأمة المغربية العظيمة عاش المغرب من طنجيلة القويرة عاش الملك تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء ونشوفكم بخير إن شاء الله تحياتي للجميع